السلام عليكم ورحمة الله تجرأ في انحاص اليهودي على الذات الإلهية وقال إن الله فقير ونحن أغنياء فكذبه الله عز وجل وأنزل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله وحده ملك السماوات والأرض وما فيهما فكيف يكون أيها المفترون على الله من له ملك السماوات والأرض أن يكون فقيرا فالله عز وجل هو المالك وصاحب السلطان يتصرف فيهما كيفما يشاء ويختار أما ما يملكه الناس في الحياة الدنيا فإنما هي عارية مستردة إما بالموت أو بقيام الساعة ولاحظ معي أخي الكريم تقديم لفظ الجلالة ولله يفيد الحصر فلله وحده ملك السماوات والأرض أضف إلى ذلك أمر في غاية الأهمية قد يكون المالك عاجز عن التصرف في ملكه أما الله عز وجل فإنه على كل شيء قدير فالله عز وجل قادر على كل شيء لا يعجزه أمر ولا يدفع عقابه دافع ولا يمنع عقابه مانع وهو سبحانه وتعالى قادر على إهلاك في حاصل يهودي إن أراد ذلك فهابوه ولا تخالفوه وأطيعوه واحذروا غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منه والقدير الذي لا أقدر منه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير